الوزير بنفسه يعني في 2018 لما كانت الحالة لسه مزهزها كده سألوه هتعمل ايه في عجز الميزانية قال بكل فخر هنستلف طب انتو فاكرين محافظ البنك المركزي قبل كده طريق عامر لما كان بيهزر وبيضحك هو احد الاعلاميين تقريبا كان عمر اديب بيسأله قال له انتو بتجيبوا فلوس منين فضحك الوزير وقال له بنطبع وبعدين حس ان الكلمة قال له لا 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 استدرك كده قال له لا بس صندوق النقد الدولي قال لنا ما تطبعوش تاني بمنتغل خفة دي يا جماعة مصر او دي مصر العساكر دي مصر السيسي بلد العجايب يا عزيز المواطن السعيد استعد للصب في المصلحة من جديد زيادات جديدة على اسعار الدواء اه زيادة جديدة باسعار الدواء ومصدر بيكشف الاسبت رغم ان احنا اصلا عندنا نواقص في اكتر من مية وخمسين صنف تعال اورينا يا سينا نواقص بمية وخمسين صنف كيف انعكست ازمة الدواء على توفير المستلزمات الطبيعية انت بالفعل عندك ازمة تعال اقرى التفاصيل اقرى كده معايا التفاصيل علشان تسمع وتشوف العجب في بلد العجايب بص يا سيدي اضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان هناك شحنات بالمواني تتضمن مستلزمات طبية بقيمة 37 مليون دولار خرج جزء صغير منها في الايام الماضية بعد تواصل الحكومة لكننا ننزل بحاجة للمساعدة في خروج باقي الشحنات وتوفير المستشفات والمراكز الطبيعية يعني ايه اقرى التفاصيل زي ما انت شفتها كده عشان تسمع وتشوف العجب في بلد العجايب النواقص بسبب ان الدواء في المواني وافرجوا عن مجموعة ومحتاجين حد يساعدهم عشان يفرجوا عن الباقي اللي هو عايزينه نصطى يعني بالبلد كده اه والله العظيم زي ما بقولك مكتوب وشفناه مع بعض فهيئة الشراء الموحدة اللي عملها السيسي تعمل ايه قالت لهم طيب جمعوا لنا ايه القصة واحنا نشوفه عشان محدش يزعل لما نقول ان دي بلد العجايب والله بلد العجايب طيب تعال نسيب بلد البشوات نسيب اه اللي هما الجماعة بتوع كيرو بتوع ايجبت ونروح للجماعة بتوع مصر في النص بتاع الغلابة بتاع الشعب العادي الشعب القديم الخردة اللي هما بتعاملوا معها لانه خردة يعني اللي هو عايز يغيره قريب بشعب جديد يليق بجمهورية السيسي والعاصمة الجديدة المهم في اه نص الشعب التاني ده اللي هو بتاع الغلابة هتلاقي الخبر ده قدام حضرتك تلاتين الف شركة مؤولات بتنزلك الى ركود قاتل توقفت عن العمل تلاتين الف شركة عضو في اتحاد مقاول التشييد والبناء وقفوا عن العمل ليه بسبب امتناع الحكومة عن صرف المستحقات الشركات دي عندها مشكلة مع الحكومة والشركات دي بتواجه خسائر كبيرة جدا بشكل كارسي ليه بسبب التراجع اليومي في قيمة الدنيا وصعوبة الحصول على الدولار لا انت كل يوم جنيه امته بتقل مش لقين دولار وطبعا ده كله لازم تشوفه في بلد فيها سجون وخيرة الشباب وخيرة الولاد بيموتوا في السجون كل يوم بالشكل ده اسبوع على ادرابس وجناء برج العرب في مصر عن الطعام طيب بس كده لا ده فيه خبر تاني بيتكلم ان فيه الف اكتر من الف وفاة في سجون السيسي نزيف متواصل وغياب حقوقي مصر بيموت فيها الف انسان الف روح الف حياة الف بيت مت منهم ناس جوه سجون عبدالفتاح السيسي ليه علشان بيتمنعهم من التداوي بيتمنعهم من انهم يروح المستشفى او حد يكشف عليهم دي مصر بلد العجايب هنفضل نقول ونقول مش هنمل ولا هنزهق لغاية لما ربنا يستجيب لينا وشعبنا يفهم ويبقى الصورة واضحة عنده وفي الاول وفي الاخر ربنا يرفع الغمة عن بلدنا ونعيش يوم يا رب زي اللي عشنا نبارح في تركيا